مرحبا بكم اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء غيمر اليوم حلعب لعبة بيكيكسدي اليوم يجمع اخيرا نزل الجزء الثاني من تحديث الحالوين صراحة كثير كثير متحمسة لان هذا التحديث صار لي تقريبا اسبوع انا قاعدة بنتظره لانه دائما الاججاء الثانيين تبع التحديثات بتكون افضل من جزء الاول فاليوم سنرى كل اشياء اللي نزلت وهلضافوا صناديق سرية وكمان هلضافوا اشياء مجانية كوينز ايش ضعفوا كل التفاصيل فعشان هيا تابعوا معي الفيديو الاخر وقبل ما نبلش اكيد كالعادة لو معكم مشتركين بالقناة فاشتركوا يا جماعة كثير قربنا ل 300 الف مشترك صراحة مو قربنا كثير كثير لكن قربنا فهذا هدفنا بليز حتوا لايك واشتراك وبس هلا قايز خلينا نبلش فاول شي طبعا مش لازم يعني تدخلوا على بلاي ستور تعملوا ابدات مشان يطلع لكم التحديد يعني بس ادخلوا على اللعبة مباشرة حيطلع لكم التحديد بس اول شي خلينا نستكشفوا مع بعض نستكشفوا معي بعدين ادخلوا قايز على اللعبة و المهم فالاشي اللي بدي اشوف هي المدينة هل تغيرت هل عملوا اي تغير صغير اوكي هون اعتقد ما اصدروا ولا تغير صغير فا اعتقد و متأكدة انه ضعفوا يعني تغيرات في اهم مو تغيرات بس قصتي يعني بالباقات فضعوا قايز باقات جديدة خلينا نشوفها طبعا خلينا نفتح المتجر اوو ماي جود يا جماع اضافوا هذي او مي جود من زمان و انا انتظر هذه الملابس المهم اضافوا اربع باقات جديدة فخلينا نستكشفها كل باقات يعني كل باقات توجه في كثير اشياء فالباق الأولى مكتوب فيها New pet pet pod يعني بيضة جديدة تبع الحيوانات هذه الحيوانات تبع الهالوين و الشكل تبعهم لأول مرة ينضاف باللعب يعني هذا النوع تبع الحيوانات لأول مر تظهر في عالم بك اكس دي فخلينشوف طبعا اول شي عنا هذي البيضة او ماي جود فيك كل الحيوانة الجديدة والتمن تبعها كثير رخيص هو تسع دراهم مغربية بس بس لو بدكم تشتروا اغلى واحدة اغلى واحدة بتحصوها عشرين بيضة طبعا هذا تمن كثير منيح وعليه تخفيض أربعين في المية فشتروه يا جمعة لو بتقدروا لكن لو ما بتقدروا انكم تشحنوا وشتروا بفلوس حقيقية فما تزعلوا لان الحل موجود في هون الباقات هذي بس بجواهر فأول حيوان عنا هو غوث غوث يعني الغوث كأنه ماعز اعتقد والله مدري شو اسمه بالعربي ما بعرف كمان يعني ماعز اعتقد والله مدري ماعز يعني حلول بعدين هون عنا يقطينة فهذا الحيوان هو عبارة عن رأس اليقطينة اسمه يعني هو حيوان رأس يقطينة فكأنه هو يقطينة بعدين هذي افضل افضل حيوان اسمه هونتد دول انه دمية المسكونة يا جماعة دمية على شكل حيوان والله فكرة بتجنن عن جد فكرة كثير كثير يعني كرييريف فكرة رائعة هيك ضافوا يعني دمية عشكل واو بعدين عنا هذه البعقة اسمه هايبر غوث باك فهذا يعني كأنه باقي تبع ستايل القوثيكي ستايل تبع القوث او القوثيكي ومدري هو يعني الناس اللي يلبسوا كل شيء باللون الاسود والستايل تبعهم بيكون كثير حلو سراحة انا بحب هذا الستايل يعني بحب هايك لما اشوفه بالصور ناس هايك لابسينه بالالعاب بالانمي بمسلسلات ما ندري انهم يعني هذا الستايل بحبه اللي يلبسوا هايك اللون الاسود الرمادي يعني بتكون يعني بيحطوا كثير اكسسوارات ولبستهم دايما بتكون ملياني فاوكي خليتوا عن هلاء في هذه الباقي اللي جمعوا فيها كل اشيي انه فيكم عشرة تحصلوا على كل اشيي موجود بها الباقي بس من خلال انكم تشتروا هذي بخمسة وتسعين درهم مغربية فاصل تسع وتسعين استيضار نفس ايه فيها هذه المكياج تباع البناد ايه大的 اهم شعر هادي شاوفوا كيف طلع باللون الاسود بيجنن بعدين عنا هذا الحداء او مايغ لديك الحداءardo وبردمينان عندنا هذي التنوري او مايغل شاوفوا الشكل الطبع تنوري بيجنن يا جماع او Hearts هذ القميص حاém بيجنن يا جماع القميص بعدين هذا القميص ثاني وعنا بطالون واواوو واسهة البطالون بيجنن او ميغل شف ما نعمل قميص يجنن تسعين كيف شكله لدينا هذا الوجه هذا هو مكياج البنات اوه اخطأت هذا مكياج البنات لا هذا تبع الاولاد بعدين هذا الشعر تبع الاولاد اللي احس لو صبغناه بلون اسود حيطلع بيجنن بعدين انها الحداء هذه الاجنحة هذه اليد وهذه لنا نحن لكم تتحرك شايفين وعندنا كمان هذه الطائرة ويأتي هناك ملاعبت لحدها وفينا كمان نشتري هون البنات هون تبع البنات الاولاد هون فينا نشتري هذي اليد لحدها وينتدي طبعون ب14 درهم مغربة عن 8 كتير رخيص صراحة بس لو كانوا عملوها يعني كاينز كان سيكون افضل بس المهم هون لبسة الاولاد اوه عملوا لبسة الاولاد اغلى من لبسة البنات صراحة مدر لها هيك عملوا يعني ليش اعتقد انه دايما بيعملوا ملابس البنات اغلى من انتباع الاولاد وكمان اصلا الاولاد ما بي نزلونهم كثير ملابس فالمهم عندنا هذه الطائرة اللي او ماي جود عملوها بس بكوينز ياي هلأ هاي بقدر اشتريها كمان هذه الايد تبع وينزدل الحيوانات وهذه الشغلة انا هشتري اكيد هاي الباقي اللي فيها كل اشي عشان ما بدي اضغل اشتري كل باقي لواحدة فه خلي قائز ناخد كل اشي والله كثير مبسوطة ويعني متحمسة لان الامر واو بيجنن ام نعم يا جماعة هالقادة عم باخد كل هالشغلات شغلات المهم عنا كمان او خلص هذه كل الباقيات بس عنا كمان هاي الباقي اللي بس 19 دهام مغربية فيها هذه الايد تبع وينزدل فيها كمان او شوكوا كأنه سماعات جديدة والله بيجننوا طيب انا بدي اشتريهم من اوين اشتريهم اعتقد موجودين هون لا انظروا كيف طالعه والله كثير متجنن شوفوا يا جماعة واو سراحة كثير حبيت لكن اكيد بدي اخلي اللبسة في ستايل تبعي اوكي اوكي فا هخلي اللبسة زي مع هيا لكن هحط الشعر تبعي مشان انشوف كيف هتطلع اوكي 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 سراحة تبتجنن خصمع الشعر باللون الاسود سراحة اصلا انو اضافوا هيك شعر بغرة كان حيطلع افضل بس المهم وليكو عملت وجه تبعي سراحة مناسبة مناسبة ولا مش مناسبة والله كثير مناسبة اوكي ححفظ هاي اللبسة هون حصير اللبسها دائما عن جد طيب هلأ خلي نجرب البنطلون تبع الاولاد لانو كثير حبيتو اوماي جود شوفوا كيف بيجنن و احس احس حيطلع كمان حلو مع ملابس تتحاني مثلا ليكو هاذي او مثلا هاذي اوه هاذي طلع كثير حلو احس كمان هاذي يعني الاجنحة ما نحتاجها انا اصلا ما بحب ايك اجنحة وهيك شغلات خيالية فبس هيك هيك لبسة كافية خلص هيك حبيت اوماي جود كثير حبيت بسراحة لازم نضيفه لنا ملابس واسع اكتب كنت سقول درست ايم برس غصرت لعب درست ايم برس كثير بس اوماي مستراحة الشغلة بدي اجربها هي الطائرة هاي فا خلي نجربها اوه كأنه عبارة عن مكنسة واوه شوفوا قاش شو حلو واوه وفيه كمان مقاعد اكثر طيب بدي اشوف كيف شكلي من الدعم بس ما عم نقدر فا خلي هيك اشوف اوه حلو كثير والله اوماي جود صراحة كثير مبسوطة عشان نزل هاد التحديث قولولي انتو بتعليقات شو رأيكم عنو وكل اشي اوه شوفوا قاش الحركات كيف بتسوي اوه واوه المهم ما تنسوا كمان تضيفوني باللعبة ياس المهم بحب كلي كثير يا جماعة وبس نلتقي بالفيديو الشاي ان شاء الله و باي ترى أبوه أين مهم شكرا